موسيقى إلى آخر أحصائياتي الخاصة بفيروس كورونا المسجد كوفيد-19 حيث أعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع عن إجراء 169.526 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية وتم الكشف عن 3140 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع لرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموعة الحالات المسجلة 365.017 حالة كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4349 حالة جديدة من المرضى وبذلك يكون مجموعة حالات شفاء 351.715 حالة هذا وتم الإعلان عن وفاة 20 حالة مصابة بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1093 وفاة بالمقابل أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 93.101 جرعة لقاح ضد كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموعة جرعات التي تم تقديمها حتى اليوم خمسة ملايين وأربعمائة وستة وستين ألف وثمانمائة وإحدى وثلاثين جرعة ومعدل توزيع اللقاح خمسة وخمسين فاصلة سبعة وعشرين جرعة لكل مئة شخص أطلق الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة بالتعاون مع إدارة جناح الجو في الإدارة العامة الإسناد الأمني بوزارة الداخلية حملة توعوية واسعة نطاق لرفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع من خلال بث رسائل توعوية مباشرة عبر دوريات الشرطة وطائرات درون إلى جانب تسيير دوريات جوية لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك في إطار التوعية بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع وأوضح الفريق المحلي للطوارئ أن الحملة التي انطلقت اليوم صاحبها قيام الدوريات الشرطية وطائرات الدرون ببث رسائل توعوية بعدة لغات من خلال مكبرات الصوت في 35 موقعا شملت المناطق الصناعية وباحات المساجد قبل وعقب صلاة الجمعة إلى جانب تسيير الدوريات في المناطق المختلفة للوصول إلى كافة أفراد المجتمع أوضحت نيابة العامة للدولة من خلال مادة في المية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي التزمات مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حالة حدوث إصابة بأي مرض من الأمراض السارية كمرض كورونا كوفيد-19 لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشآة ونوهت نيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة الثانية عشر من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية فإنه إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سار لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشآة عليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريرا يبين حالته المرضية فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فورا واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض ويتم عزل المصاب والمخالطين له أو الحجر الصحي عليهم سوى بمنعهم من الحضور للمنشآة أو بأي طريقة تحول دون اختلاطهم بالآخرين كما لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشآة التي أبعد عنها إلا بعد استفاة جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشآة التي ينتمي إليها اشتركوا في القناة